عقد اجتماع مجلس الوزراء وكانت هناك ديباجة للسيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي تحدث فيها عن مجمل ما يحفه من تحديات ببلدنا وعرج على السياسات التي تنتهجها هذه الحكومة كانت هناك زيارة للسيد رئيس مجلس الوزراء قبل يومين إلى المملكة العربية السعودية وإلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية هدفها هو الحفاظ على هدوء المنطقة واستقرارها بما يخدم مصالحنا وأيضا نقاشات عن الشراكات الاقتصادية وعن مسائل الأمن الغذائي لبلدنا وقضايا الطاقة والمياه خاصة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان هناك تعريج أيضا على الاتفاقية الصينية وكيف أن هذه الحكومة رغم الحملات التي تشن عليها من جهة هذه الاتفاقية أنها طبقت هذه الاتفاقية وبدأ أنها بمشروع المدارس وبنائها فيما يتعلق بالقرارات التي اتخذت هذا اليوم أبرزها كان هناك حصة كبيرة لوزارة الصحة واتخذت فيها قرارات لعل أولها هو قرار بتعيين ذو المهن الصحية والطبية وكذلك قرار بتعيين الأوائل وحملة الشهادات اليوم مجلس الوزراء اتخذ قراراً بتعيينهم وإن شاء الله ستشهد الأيام القادمة تطبيقاً لهذا القرار